هذه مكة هذه الأرض التي كانت مشرق الرسالة ولا تزال ما هو الأفئدة أتى الملبون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في هذه الأيام الكريمات هنا البشر من كل الأعراق والجنسيات تخلصوا ولو بشكل مؤقت من بعض خصالهم وتحللوا مما علق بقلوبهم مما تضيق به النفوس لم تعود حرارة الشمس تؤذيهم ولا يكترثون بإرهاق المسافات على طولها ولا يجزعون للمبالغ التي جمعوها على مدار أعوام لينفقوها طوعا في هذه الرحلة التي لم توصف يوما بين عموم المسلمين إلا برحلة العمر لا يعرف الحقيق هنا بعضهم بعضا لكن ما في النفس يبقى واحدا هنا تصافح ابتسامات المارين بعضا إن لم يصافحوا بعضهم بالأيدي يرسلون التبركات لبعضهم بأن قرت أعينهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام هذه الفريضة التي كانت من لدن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام والذي عهد إليه وولده إسماعيل عليه السلام برفع قواعد البيت العتيق العودة لبيت الله الحرام وأداء فريضة الحج ليست ككل عام فهي عودة بعد سنوات من الإجراءات الاستثنائية والظروف غير الطبيعية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا فكان الحج على مدار السنتين الماضيتين إما لفئات بعينها أو لأعداد محدودة للغاية من المقيمين في المملكة العربية السعودية خلف كل حاج من الذين وفدوا إلى مكة المكرمة قصة قد تتشابه أو تختلف في بعض تفاصيلها لكنها تبقى كاشفة في كل الحالات عن قدر الشوق الهائل الذي يعتري صدور المحبين الذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم قاصدين الرحمة والرضوان وما دعوا من خيري الدنيا والآخرة يلتقون على المودة رغم تباعد الأقطار والأعراق بينهم لتصفوا نفوسهم وتشفى قلوبهم من جديد إذن يعود وفد الرحمن إلى ضيافة الرحمن بعد عامين متتاليين ظلت فيهم الأفئدة معلقة بالعودة من جديد إلى البيت العتيق وبالطاقة القصوى من جديد يعود وفد الرحمن إلى أيامهم المباركة حيث الطير آمن والحيوان آمن والبشر هنا آمنون والزرع آمن ومن دخله كان آمن من أمام بيت الله الحرام بمكة المكرمة أحمد أبو زيد أكسترانيوز